بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نحييكم أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات في برامج التربية الفكرية في هذا اليوم المبارك نبدأ معكم في استعراض اللوحة التعريفية لدرس هذا اليوم بالصف والمرحلة الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع درسنا لهذا اليوم بعنوان سورة التكاثر اسم المعلم محدثكم من أستاذ محمد القرني بداية في كل درس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب المدرسي والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد لبدء الدرس الهدف العام من هذا الدرس أن يتعرف الطالب على سورة التكاثر ثم من الأهداف الخاصة لهذا الدرس أن يتلو الطالب سورة التكاثر أن يعرف الطالب معاني سورة التكاثر وكذلك أن يعرف الطالب تفسير سورة التكاثر كما نلاحظ يا أبنائي جميعاً في الكتاب المدرسي لديكم الصورة التي أمامنا هي صورة التكاثر وعدد آياتها ثمان آيات وهي من قصار الصور التي في القرآن الكريم ويستحب لكل طالب أن يتلوها حتى يحاول أن يحفظها حتى يستطيع أن يؤدي الصلاة بمثل هذه الصور في مثل سنكم بمشيئة الله تعالى إذن يا أبنائي نبدأ جميعاً بقراءة هذه الصورة وسوف نكرر كل آية مرتان وتردد خلف المعلم حتى نستطيع قراءتها وتلاوتها بالشكل الصحيح نبدأ جميعاً مستعدين بالله من الشيطان الرجيم ونبدأ مستعدين جميعاً أحسنتم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذه الصورة يا أبنائي من قصار الصور التي تردد خلف المعلم حتى تستطيعون قراءتها وتلاوتها بالشكل الصحيح هذه الصورة يا أبنائي عدد آياتها ثمان آيات وهي من الصور القصار كما ذكرنا لكم التي نأمل منكم أن تجتهدوا في قراءتها عدة مرات وتكررونها وترددونها حتى تستطيعون أخيرا في حفظها وإتقانها بالشكل المطلوب كما ذكرنا لكم يا أبنائي عدد آيات هذه الصورة كما تشاهدون أمامكم ثمان آيات أعطانا في الشكل الذي أمامنا لون عدد آيات صورة التكاثر لون عدد آيات صورة التكاثر كم عدد آيات صورة التكاثر؟ ثمان آيات أحسنتم بارك الله فيكم إذن عدد آيات صورة التكاثر ثمان آيات إذن قصار الصور منها ألهاكم التكاثر عدد آياتها ثمان آيات ما اسم هذه الصورة يا أبنائي؟ صورة ماذا؟ صورة التكاثر وسميت بهذا الاسم لأنها تبدأ بكلمة ألهاكم التكاثر ما معنى التكاثر الذي ألهاكم؟ ألهاكم معنى شغلكم أشغلكم هذا التكاثر بماذا؟ ما التكاثر في ماذا؟ تكاثر في الأموال وفي الأولاد وفي الرزق وفي الجاه وفي الأحساب وفي الأنساب ألهاكم عن ماذا؟ عما خلقتم له وماذا خلقنا نحن يا أبنائي؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فنحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى فإذا هذا الخبر الذي في هذه الصورة بمعنى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى جاءكم الموت ألهاكم التكاثر وانشغلتم عن عبادة الله سبحانه وتعالى حتى جاءكم الموت والتكاثر ليس مذموماً في ذاته يعني أن الإنسان يسعى في طلب الرزق ويعمل وكذا ولكن يجب أن لا يشغله هذا التكاثر في طلب الرزق عن ماذا؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى فعندما يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ولا تشغله هذه الأموال والأولاد وطلب الرزق عن طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يخبر الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام موجه لمن؟ للمنشغلين عن طاعة الله سبحانه وتعالى بأن يقول لهم كلا سوف تعلمون ثم يكرر تأكيداً ثم كلا سوف تعلمون ماذا يعلمون؟ كلا لو تعلمون علم اليقين هذا أيضاً تخويف اليقين هو ضد الشك ولكن الله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم إذن دائماً الإنسان يحذر من أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى بالانشغال عن طاعة الله وعن أداء العبادة التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى لترون الجحيم أي سوف ترون الجحيم التي هي نار جهنم والعياذ بالله عين اليقين أي سوف ترونها أكيد مؤكد أن سألنكم سوف ترونها نار جهنم والعياذ بالله ثم تأكيد ثم لترونها عين اليقين أيضاً يؤكد الله سبحانه وتعالى بأنكم سوف ترون نار جهنم والعياذ بالله من نار جهنم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سوف نسأل عن كل شيء عن هذه الصحة وعن هذا الرزق وعن هذا المال وعن هذه الأشياء التي تكاثر فيها الناس سوف نسأل عنها ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يخبر الخلق جميعا بأنه يجب ألا يلهيهم أي شيء عن طاعته وعبادته التي افترض عليهم فإذن هذه الصورة بعنوان التكاثر والتكاثر الذي يشغل ويلهي الخلق عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو المذموم في هذه الصورة إذن يا أبنائي كما نشاهد وكما اطلعنا في هذه الصورة بأن هذه الصورة تتحدث عن انشغال الناس والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد فهذه الصورة تحدر الناس من الانشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى ألصق نجمة أسفل المعنى الصحيح للآية التالية ألهاكم التكاثر أي شغلكم التفاخر بقلة الأموال والأولاد أو شغلكم التفاخر بكثرة الأموال والأولاد إذن المذموم هو التفاخر بالكثرة وليس التفاخر بالقلة نضع نجمة تحت الاختيار الثاني بعنوان شغلكم التفاخر بكثرة الأموال والأولاد فالإنسان يشتغل عن الطاعة في طلب الكثرة والزيادة وليس بطلب القلة إذن يا أبنائي كما ذكرنا لكم في هذه الصورة الكريمة نأمل منكم جميعا أن تحرصوا على تلاوتها التلاوة الصحيحة ونختم درسنا لهذا اليوم بقراءة هذه الصورة بشكل سريع نأمل أن ترددوا خلف المعلم ونختم درسنا لهذا اليوم بقراءة هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم بارك الله فيكم جميعا إلى أن نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته